مساء الخير هنا حبيبتي غان نشارك معاكم البروتوكل اللي مشي تبديت في اطار تخلص من الملازمة او البقعة الداكنة على الوجه او التصبغات تجربة اللي كانت رائعة جدا وناجحة وعطت نتائج زوينة خليكم معايا غنقول لكم جميع التفاصيل بونسوار بونسوار كديري اللي بس عليكم اتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحة وبسلامة يا ربي وراكم قاسين كدفاء ومرتاحين وبصحة وبسلامة اليوم جيت نهدر لكم على واحد من المواضيع المفضلة عندي اللي هو موضوع البشرة خاصة بشرة الوجه طبعا جيت نتقاسم كذلك معاكم تجربتي بنصائحي بخصوص الكلف الملازمة اللي يتي مرضونا اللي ما تيخلي وناش نستمتع وجهنا اللي بتي تعطيوا واحد لفة ديال واحد الوطن اللي ماشي اونيفوميزي كتكون البشرة كتبا محل عيانة المهم ما تيكونش واحد الارتياح كين مام كتوصلوا البنات اللي كيوصلوا انهم كي كيوصلوا اكتئاب بسبب انه الي كان فيها مي لازمة خوصا الي كان واحد المقعة كبيرة في الوجه ديالها فهد شي ما ما تي يعطيش الراحة نهائيا وراكم انا كان هدر بعدها لنفسي وكان عرف المحيد ديالي اغلبية صاحقة جوجد الحواج اللي كي ارقوهم ديزون ثلاثة كين البشرة خوصا بشرة الوجه الي كان فيها الكلف او ما كانش ليك لا ما كانش بشرة صحية كين الشعر وكين لو بوا هدو ما تلاتة الاشياء انا بداف الانطغاش ديالي اللي كانت تقاسم مع اصحاباتي وفلا فامين المواضيع اللي كان هدروا عليهم كانت تقاسم والي زاستوسو اللي كان دلون بحثوه فيهم باش نوصلو لدك باش يكون عندك الريضة تام على انفسنا هذا الشي كله انا بعدك انا هدر علي تجربتي لكن تكن هتم لا سواء شعري او سواء وجهي او سواء لوكوة ديالي ولوكوغ ديالي فهو لي انا انا بغى نحس بالارتياح انا بغى نحس بواحدة الريضة كامل في قصباح ومرتاحة وفرحانة وعاجبني راسي وعاجبني نشوف راسي في المراية وعاجبني راسي نلبسه وفرحانة فهذا هو الدافع ديالي ففي الفيديو دليوم غالي نتشارك معاكم نصائح وكذلك ارشادات اللي من الاحسن انكم تقوم بها او تجنبوها على حسب باش ما تطيحلوش انكم تزيدو تنبغي هادو كليطاش يعني راح قشح احنا كان هدر عن تجربتي هتشكروا لك كان هدر طريقة عن تجربتي وعن تجربة محيطين بيا اللي كان عارف لبنات اللي فيهم الكلف فهذا الاطار كان وجه تحية لصفاء اللي بحالي كتعاني من الاطارش ممارتاح حاج وكتقلب دائما على الحلول فاملي تكون فينا الكلف او تكون ذاك الملازمة في الوجه هما للأسف الملازمة خصو الصبر بزاف خصو الصبر وحنا واحد لوقيته كتجينا انه تمشينا ذاك الصبر تنبغيو انه حلول سريعة جدا وتنبغيو انه مقالي شهر شهرين ماكسيوم تكون عندي نتيجة يصفالي وجهي تكونوا تولي بشرطي زوينة اغزالة فهلا للأسف الملازمة يبغيو الصبر وصبر الكتير فهذا المنطالق من هذا المنطالق حنا سنبقاو نديرو اي حاجة كالبنات اللي اللي سمعوها اللي سمعوها مفيدا الوجه كيبشو تلوصوها كالبنات اللي وانا كنتمنهم اللي خصني يوميا ندير ماسك ولا ندير شي حاجة الوجهي باش تقول لا دعم الفعالي يخص تستمر ولكون بخصو يستمر باش انه يعطني هاد الشي نتيجة وهو خطأ كبير لحقاش بعض المرات رخصتنا لابون خليوها ترتاح بعض المرات كتولي البشرة متحسسة من قوة نستعمل اللي بخودوي اللي بخودوي اللي بخودوي انتطاش بحال لأسيتخان اكزامي كوليانيسيناميد ولا الفيتك اسيد ولا الفيتامين سي هادو مواد لي شوية كي حسو البشرة يعني يوميا 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 وملي كنمشي ولي الشمس را نقدرو دو كلية تاش يتزادو يقدرو إما غا يوسعونا البلاثة يعني كتولي لطاش كتكون صغيرة كتولي كتتكبر المساحة ديالتها او كتولي اغمق فهنا كنطيحوا عاو تاني كيطلع لنا الدم ونعاودوا نتقاتلوا نضعفوا المجهود كيما تنقولوا باش انك تقول لارة ما خدماش مزيان لارة ما ديراش للي فوق مزيان خسنين نزيد نكتر لي فوق خسنين نزيد نشوف شنو ندير باش نتخلص مليتاش وكان زيدوا عاو تاني يا فليباسك يا لي بخو دوي وكان صدقوا بدل ما نوصلوا لحلول بالعكس كان كان ننبير لكا ننبير هادا كلو ملازما تنزيدوا نغامقوا أو كيما كتلكم تنزيدوا مساحة لتاش ممكن مام نخلق كالف او دتاش خورين فبلايس خورين فوجي فبلايس خورين اللي ما كانش فيهم لتاش سوف نعطيكم اولا واحد جوج الحلول اللي سهلة جدا هادي كنا هضر البنات اللي ما عندهم مش قاعل امكانيات جوج الحويج اللي سهلة اللي خصان ديرهم خصان ديرهم اي بنت خصان المكين يكلي فوتها شي حاجة هادي جوج الحويج ديزو ثلاثة وتلاتة اول حاجة الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب wszystko من اللي كانقول الترطيب تيكون ترطيب من الداخل ومن بره ترطيب من الداخل عن طريق ماذا ترطيب من داخل عن طريق شرب الماء كان نشرب الماء ظيان ما ننسيش نشرب الماء وخشت وخه Vie Wein كانت شرب الماء على الاقل نشرب اي طرب ونصف النهار هادي القليلة هادي اول حاجة تانيا Station نستعمل كريمات للترطيب يجب أن نرتب البشرة خاصة نفصل الشتاء راك تشوف البشرة يتفاش تجف خاصة لك في بلاسة جافة صحراوية يجب أن نضاعف الترطيب وضروري نختار الكريم المناسب على حسب النوع البشرة أو بحال مثلا لابو ميكست أغرس فش تكت زيت نشف شوية ما كانشوش ديك لازون طي عندي انها مزيتة دونك البشرة كتجف شوية كان ولي نستعمل كريم ديالبو نورمال ولا اللي تكون بو تتيب دو بو علاو كفو الصيف نو كانستعمل غير فريمون ديالبو ميكست أغرس دونك ترطيب هادي حاجة سهلة الحاجة التالية اللي هو الواقي الشمسي ضروري من استعمال الواقي الشمسي وخشة وخاتكون دنيا مغيمة وخا مكينة الشمس ضروري الواقي الشمسي أنا بدك نظر على نفسي شخصيا على طول العام كنستعمال درجة الحماية درجة الوقاية اللي هي 50 بلس خصوص كننظر على كنستعمال وخصوص كنستعمال 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 من بين الأخطاء اللي هي كثرة الماسكات يعني كنستعمال يوميا 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 ستتعمال حساسة متهيجة غير نحس وجهة حرقني كان نقص الترطيب فقط كان نقطعه وقفه يوميا فقط ترطيب ونقص ونجعل البشرة ونقف التهيج ونقف خاصة إذا كنت أول مرة ستعمل فأنت أول مرة فأنت أول مرة لا نقف يوميا يوميا بشرة مع إليها أثناء ونقف بعد نقف وهذا تعود حتى يوميا 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 هذا الخطأ الثاني بالأغلبية تشوف الدنيا مغييمة تقول لك ما كان لاش الكرن صولير ما كان الشمس لا الكرن صولير دياري خدكون مغييمة لحقاش تكون دوك الأشعة كي الـ EVA و الـ EVB دو تيب دو غيان خسين ضروري تحمي بشرتي منهم هادي حاجة أخرى حال الثالثة واللي كد أنا بلي بها كدلك اللي هو الحمام نكترو من الحمام إما كنكترو منه أو تنمشوا وتنقلسوا فيه بزاف كنطولوا فيه تلك السخونية رأي بزاف على الوجه كنطلع الوجه لأن الوجه بوديالو شوية سنسيبل أو نمشي للحمام ونحك نحك نحك الغدلية كنخرج في الشمس نفس الشي ديك الحمورية غات رجع ليا ينتاج دونك الحمام حاولوا نقصوا منه إحنا عارفة المغرية ببن إنفوا فاق سومين راح ضروري لبدا منها مم ينتمشوا الحمام نهائيا ممنوع ممنوع أنكم تحكوا الوجه ديالكم نقدر شوية إلا ما كانتش عندي البشرة حساسة وبشرة متهيجة نقدر بتعرف الأصابع وحش شوية غوماج خفيف فقط ومن اللي نخرج ندير إن كريم غيباراتخيس بحال سيكا بلاست ولا ويلسيت راكين بزفد الكريم غيباراتخيس باش كتريباري ليا ديك البغير كوتاني دونك هادو أشياء اللي خصني نيفيتهم حاجة أخرى بيان شو خصكم تشربوا الماء باش من إضغاطي نعالج نعاون التاسي ديالي نعاون لابغير نعاون لابغير نعاون لابغير باش أنها كتريباري من الداخل دونك هادو هما النصائح بالأجلات اللي ما نبغيكم أنكم تفادوا دع ما تتبعوهم باش أنكم متقوم باش أنو ما تقوم باش أنو ما تقوم باش ما رقي تشترحها بالعربية ما تزيدوش في اللي طاش ديالكم وفي المي لازمة الآن سنتدد المحور الثاني انا سننظر لكم على تجربتي لأن شنودت مؤخرا هذا ما سوف أقول لكم من دوميلفين وانتنا تقاتل مع للتاش كما هي الفيديو هادو سابقية ونوقع ليها ومازالة باش فورا عندين لدي ميلات ما من دوميلفين ومازالة تقلب علي الحلوة وانتنا تقاتل دونك آخر مرة نحاول نهايت طيبة اعتادرا البروتوكول كنا متافقين عليه لان مشيت لها في الصيف وملي برد الحل ده بدنا البروتوكول شنو كان ورا كنت قلت لكم عليه قدرت ليا حصة ديال لازار باسكولار وانا من اللي شفت من اللي كنت كانت قلم وكنت كانت قرأ وهادي المدساء استيسيكي درماتولوج اللي تيكونوا تيعالجوا المشاكل ديال البقع تصبغات الميلازمة في البشرة كلهم تيكمبينيو لازار باسكولار مع ان تخد خاتمو على حساب لون البشرة نوع البشرة نوع التصبغات على حساب كلهم حدا ولكن لازار باسكولار لقيتهم كلهم كيستعملون هاد لازار باسكولار كيس كي السيبل لش كي يصلاح هاد لازار باسكولار تيسيبلي باش نتوصل لكم بسهولة دوك اللي فاغيس كيكون عنا في الوجه واحد العريقة ترقاق تيكون إما لونهم أحمر أو لونهم فيولة أو لونهم غادية الزرقية ديرن بحال اللي فاغيس تيكونوا في الرجلين هم أرقاق عليهم تيكونوا في الوجه وللأسف تيكونوا ما تيكونوا تحت الطبايع تيزيدوا يأكسونتوية واللون ديال الطبايع يعني البشرة كتبالية أغمق وشنو ما درت من علاجات ما تيمشي ولياش دوك البقاع لأنه معالجتش من محيتش دوك البعيس محيتش دوك دوك طبا شنو كيديرو كيديرو لازار باسكولار وكيديرو حاجة أخرى معاه كيما قلت لكم على حسب نوع البشرة باش يسيبليو هادو كلتاش دوك أنا الطبايع بدت لي درت له لازار باسكولار حيث أنا فغامو عندي هاد لي فيسو أشغل نقول لكم نتيجة النتيجة عجباتني وبزاف هادي أولا عجباتني النتيجة بزاف اللي طاش تفتحوا تفتح اللون ديالهم هادي أولا هادا هو اللي درنا اللازار باسكولار وراني هادرة على تجربتي مع اللازار باسكولار حيث كنت درته داك العام وعاو تاني رجعت درته دابا حاجة أخرى اللي درت لي الطبيبة درت لي حيث أنا عندي فوبيا أنه مجهية تحرق كانت قلت لي غانديرو اللازار كي سويتشت بأنا قلت له واش زعمة مجهد واش أبلاتيف واش هادي أنا راني خايفة نتحرق خايفة خايفة مملغوبون بيجمونت لأن اللازار أو البيلين أو أي حاجة درتوها اللي كتكون شوية مجهد اللابو وما تداردش كما يجيب على يد مختص أو شي واحد لذا بتشغلو يقدر أن هدوك اللازار كتسماغوبون بيجمونتغ يعني كيزيدو يدلعو مم أكتر وكتزيدو تكري واحد اللازار أخرين دونك خسيكون اختصاصي وكون عارفة اش تيدير وأنا حي تعدي فوبيا أنه يتحرق اللي عابتني وجهي أو اللازار وهادي دونك قلت لي غانديرو واحد اللازار اللي هو خفيف جداً ما تديرش حروق ما تديرش إيفيكسيون سوسيال ما شدور يخسك تخبعي اللي هو اللازميد هاد اللازميد درتو ليه تهوه أعطاني واحد ليدغاتاتيون أعطاني واحد لكلة أعطاني أنه لأنه مليكة كل البشرة لكلة ليدغاتاتيون سوسيالي الكولاجين فذلك شي كي يخدم من الداخل علش انا وليت كنقلب على هذه الأجراءات من الداخل لأنها لطاش ماشي غير غان بقى نخدم من بره يعني بقى ندير الكريم 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 دوك ديال انتي طاش نو خصي نخدمتها من الداخل هاد شيرا كي تكون بينا كنخدم على لطاش من الداخل ومن بره من الداخل كنسيب لي الداخل لا الميلانوسيت اللي في الداخل عن طريق كي ما قلت لكم اللايزر ولا البيلين والميكرو نيدلين ولا على حساب البشرة ديالك على حساب لطاش ديالك على حساب اللون البشرة ديالك على حساب الطيبة اشنو غيقرر اشنو غيختار دونك درت هاد اللي دو سيونس لحد الان انا فرحانة يالله سيونس الليولا عاجباي النتيجة يعني كنشوف انا عاد الدرب الطاويل الحمد لله ما تحرقش الحمد لله ما جاونيش دي طاش خورين اللي ادور اللي فوبي اللي عندي دونك غنكمل من انا شهر عندي حسا كل شهر اسبرون لقاء وقت نعود نرجع ليها مملاحقاش في المغرية بنشي هنا دونك هاده ما كان هاده هي هاده شنو اللي درت حاليا هاده شي البنات باش نقول لكم انه المي لازمة او الكلفة بتصاب قوغات راه ماشي كيتعالجوا فقط بالكريمات اللي كان ديروا فوق الوجه كريمات دوك او الفيتامين سا او الاستخدام كي خدموا راه ماشي كم عندهم فاعلية عندهم فاعلية ولكن الى كانت عندك لاتاش خفيفة بزاف راه كي خدموا ضغير ولكن كان اضلل كان على تصاب قوغات اللي شوية غامقين هاوحدة و تاني حاجة اللي كانوا مترافقين معاليا فايسو هادوك اللي قلت لكم فضروري تدخل طيب بضروري شي حاجة اللي تخدم على الميلانوسيت من الداخل باش كتعاون ان البشرة تسميت وتتحار لك تصاب قوغات وان تصاب قوغات يمشيوا مايبقاش عندك واحد الكمبنيزو كي اختارات طبيب معاك وطبعا مورها كتعاودي انت تترجع لاغوتين ديرك الكريمات ايتو انا هادشي اللي استنتجت وهادشي اللي اللي اقتنعت به تكشير مشيس باش ندير هاد التدخل اه اللي قلت لكم اعطاني نتيجة زوينة فرحانة بالنتيجة الحد الان فالبنات اه او اكتر حاجة حاولوا انكم متديروش تكتروا على البشرة ديالكم كنظر على البنات اللي ما عندهمش متلا امكانيات باش تمشي عن الطبيب وتبع بخوتوكول ديال لايزاغ ولا جو سباكوا حاولوا ما تكترواش على البشرة ديالكم الماسكات والكريمات ديال اسميتوا ديال البوقاع وهادي داك شي يكون خفيف وداك شي داك شي دا اقتنموا الوقت راشتاء نحاول ندير داك شي اللي ماشي ليهيج البشرة ما تهيوش البشرة ديالكم ديروا ليدغاتاسيون 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 وان شاء الله يكون خير اذا هنا انا شاركت معاكم تجربتي وعطيتكم نصائح اللي اخطاء حاولوا مشانكم مطحوش فيها كما ضحت فيها اذا وحاليا الحمدلله انا على الدربي الصحيح وبعد مجموعة من الاخطاء والليز كان عارف متعامل مع البشرة ديالي كنحسا تهيجات كندير لا كريم غير بغاتخيس وكنوقف كل شي هذا هو فيديو دياليوم اتمنى لكم الصحة والسلامة ودمتم سالمات وإلى اللقاء